تفعيل تقليل الحركة على حسابك الخاص تويتر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأعلى ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل هنا نأتي إلى الإعدادات بعدها سوف نأتي إلى الإعدادات والخصوصية نضغط عليها نأتي إلى نافذة الإعدادات هنا نأتي إلى تسهيلات الاستخدام والعرض واللغات بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى إمكانيات الوصول بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة نأتي إلى تقليل الحركة نقوم بتفعيلها من خلال الضغط على العلام البيضاء وهنا أصبحت باللون الأزرق يعني تم تفعيل تقليل الحركة على حسابك الخاص تويتر وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله